هذه هي شجرة عيد الميلاد في منطقة زغرتا بشمال لبنان لكنها ليست شجرة تقليدية حيث تم صنعها من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها تهدف الشجرة إلى جانب نشربهجة عيد الميلاد لرفع الوعي البيئي وتتألف من 110 ألاف زجاجة بلاستيكية خضراء تبرع بها السكان بالإضافة إلى ألفين زجاجة بيضاء زينت قمة الشجرة نحن حبينا تكون مع كولابوريشن مع كريسمس بايدليك تنقدر نأرجي الزين اللي هي من خلال قصص ماتيري اللي بتنعمل ريسايكيب اللي بتنكب نحن يوميا بحياتنا ما منهتم فيها قررنا أنه نحولها لمصدر هايكي فني يقدروا الناس تكون عم بتشوفها وتكون بذات الوقت إيكوفرندلي مع الطبيعة يعني وعلى مدار شهر عكفا مصمموا الشجرة على إقامتها وتصميمها كثير عالم صار عندها واعي لأهمية التدوير والريسايكيب للإزبالي للقصص اللي منكبها نعتبر أنه نحن ما بقى إلى فايدة مع أنه هي من ماشي منقدر نعمل شيء وعلى مقربة من الشجرة أخذ أطفال يلعبون بجوار مجسم فني كبير للكرة الأرضية أطلق عليه اسم بلانت بي وهو مصنوع من 85 ألف غطاء زجاجي يهدفه لزيادة الوعي لحماية كوكب الأرض إذن لا توجد أرض ثانية علينا الحفاظ على كوكبنا الرسالة يقدمها مصمم الشجرة على أمل أن تزيد مساعي إنقاذ الكوكب